من جانبي أكد السيد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحام العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن إنشاء شعبة شؤون المجد عليهم والشهود يعكس مدى اهتمام مملكة البحرين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما سيسهم في أداء وحدة التحقيق الخاصة واجبها على أكمل وجه في الحقيقة إنشاء تلك الشعبة يعكس مدى حرص واهتمام سعادة النهاب العام الدكتور علي بن فاضل البعينين بالوحدة ودعمه المستمر لها لتقوم بمهامها باستقلالية تامة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لا تصلها بعملها ويترجم في الوقت ذات التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحماية المجن عليهم والشهود من المخاطر التي قد تحدق بهم ويؤكد إنشاء الشعبة كذلك اهتمام مملكة البحرين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان خصوصا في منظومة العدالة الجنائية لما للشهود من أهمية بالغة في جميع مراحل الدعوة الجنائية وبالتأكيد فتسهم تلك الشعبة بشكل فعال وفعال جدا في استمرار قيام الوحدة بأعمالها على أكمل وجه لما ستمنحه من طمأنينة تعمل المجن عليهم والشهود باتخاذ كافة الازراءات القانونية الممكنة لحمايتهم